السلام عليكم معنا اليوم تطبيق مهم للناس اللي بتحب السفر وبالعادة يعني ما بتعرف كيف وين ممكن تحجز غرف فندقية بأفضل الأسعار وأفضل الخدمات وهي الحل باستخدام تطبيق يمسافر اللي رح يوفر لك أكثر من 10 مليون غرفة فندقية وشخص سكنية بأفضل الأسعار مع إمكانية الحجز بشكل إلكتروني والدفع إما عن طريق بطاقة الاعتمان أو حتى عند وصول الفندق وهو رح تلاقي رابط التطبيق للأندرويد والآي او اس موجود معك في الوصف الخاص في الفيديو وكمان التطبيق بوفر لك ميزة الاتصال المجاني بالفندق عن طريق التطبيق أو بالدعم الفني إذا كان في عندك أي استفسار أو أي مشكلة وتتعلق سواء كانت في الدافع أو حتى في حجز الغرف الفندقية طيب أخواني بعدما نثبت التطبيق رح يطلع لنا الواجهة الرئيسية واللي بتحتوي على الوجهات الأكثر شهرة عند المستخدمين طبعا بإمكانك تتصفح هذه الأماكن وتختار أي واحدة منها بشكل مباشر في عنا زر الخيارات من تحت اللي عن طريقه بإمكاننا نغير اللغة الخاصة في التطبيق إما إلى اللغة العربية أو حتى إلى اللغة الإنجليزية مثل ما احنا شايفهم بتختار اللغة اللي بتناسبك ومن خيار العملات بنقدر نحدد نوع العملة والأسعار اللي حابين تظهر على التطبيق مثلا أنا مختار الدينار الأردري بإمكانك أنت تختار مثلا الريال السعودي أو غيرها وهذا الخيار اللي عن طريقه بتقدر تشوف الحجوزات السابقة اللي انت عملتها على التطبيق زائد كمان إضافة بطاقة اتمانية على التطبيق عشان عملية الدفع وكمان ميزت الاتصال المجاني في حال كان عندك أي استفسار في الحجز أو في الدفع خيار البحث اللي موجود أعلى التطبيق لو دخلنا عليه رح تشوف عندك خيار المكان الحالي وطبعا يعني هذا الخيار رح يعطيك أقرب الفنادق اللي موجودة حواليك بإمكانك تضهط على أي رقم من الموجودة وتحدد الفندق ورح يعطيك اسم الفندق وقديش ببعد عنك في الكيلومتر وبيانات عن الفندق طيب إخواني اللي نفترض مثلا أنك حاب تزور الأردن وما بتعرف أسماء الفنادق وين ممكن تروح فبتدخل على البحث وبتكتب الأردن مباشرة رح يعطيك أسماء المدن والفنادق اللي موجودة بداخلها وتحت رح يعطيك كمان أسماء كل الفنادق اللي انت ممكن تختارها أو أنك بترجع لخيار البحث اللي موجود عندك فوق وبتكتب اسم المكان اللي حاب تروح عليه مثلا البحر الميت رح يعطيك البحر الميت ورح يعطيك كمان كل الفنادق اللي موجودة داخل منطقة البحر الميت طبعا هون انت رح تحدد اللي هي المدن اللي رح تقضيها داخل الفندق بتحدد اللي هو وقت الوصول كمان وقت المغادرة وبعدها بنضغط على اختيار التاريخ والتطبيق رح يعطينا كل أسماء الفنادق في البحر الميت زائد الأسعار اللي موجودة عندنا أعلى الشاشة على اليمين طبعا كانك تتصفح هذه الفنادق وتختار أي فندق بالدكية اعتمادا على السير أو على الخدمات ومنهم نقدر نغير تاريخ الوصول وكمان تاريخ المغادرة يعني ما في قيود على هذا الأمر وكمان ميزة مهمة موجودة على التطبيق اللي هي التنقيح والفرز اللي هي رح تخلينا نقدر نعمل فرز لنتائج البحث بنحدد هون مثلا نوع الإقامة بنختار مثلا إما فندق أو فندق واستراحة وبتحدد كمان طريقة الدفع إما الآن أو عند وصول الفندق وكمان عدد النجم للفندق مثلا من ثلاثة لخمسة كمان بتقدر تحت تحدد السعر الخاص في الليلة في الفندق عشان تظهر معك في نتائج البحث ومنقدر كمان نحدد ظهور النتائج إما حسب عدد النجم للفندق من الأعلى إلى الأقل وكمان حسب السعر إذا كنا حابين مثلا من الأقل إلى الأعلى بعدين بنضغط على تطبيق إعدادات التصفح وبعدين بإمكانك تتصفح أسماء الفنادق اللي موجودة عندك كمان ممكن تشوف أسعار حصرية موجودة على تطبيق يامسافر وخصوصا أسعار أو عروض الإكسي بريس وهي أسعار حصرية ما رح تكون موجودة إلا على تطبيق يامسافر وبعد هيك تحدد اسم الفندق اللي رح تحجز فيه غرفة زائد كمان بإمكانك تعدل تاريخ الوصول وكمان تاريخ المغادرة من خلال التطبيق كمان بإمكانك تشوف الميزات اللي موجودة داخل الفندق اللي الخدمات الموجودة مثل الواي فاي والإنترنت مجانا الطعام القهوة الشراب الإفطار مجاني وغيرها من الخدمات زائد كمان تحديد موقع الفندق على الخرائط عشان يسهل عليك عملية الوصول للفندق وبإمكانك كمان تشوف تقييمات المستخدمين للفندق من خلال التطبيق وبعدها كنضغط على اختيار الغرفة علشان نحدد نوع الغرفة اللي احنا حابين نحجزها مثلا رح نختار غرفة ديلوكس وكمان تقدر تشوف الصور الخاصة في الفندق وتتصفحها من خلال التطبيق طبعا الخطوة الثانية رح نحدد عدد الغرف نضغط على واحد سيما تشايف رح يعطينا فوق اللي هي عدد الغرف واحد والأشخاص واحد لمدة ثلاث ليالي وآخر خطوة بنضغط على احجز الآن وهذه الشاشة اللي رح يعطيك فيها كل التفاصيل الخاصة في الحجز مثل الأسعار ووقت الوصول ووقت المغادرة وعلشان تأكد عملية الحجز بتضغط على اكمال الحجز اللي موجودة عندك تحت وبصراحة التطبيق ممتاز وبنصح لكل يحمله ويثبته على الموبايل لأنك رح تلاقي فيه عروض ما رح تلاقيها إلا في تطبيق يامسافر في أمل الله